على مر الزمان كان العراق واجهة العالم المشرقة وحلم القاصي والداني لما يحمله من إرث وحضارة تمتد لألاف السنين وأمنية جميلة تسعى البلدان إلى الاقتداء به والوصول إلى تلك الصورة النادرة للجمال اللوحة الفنية لجمال العراق بدأت بتلاشي والاضمحلال طوالما يقارب عقدين من الزمن نتيجة الإهمال الحكومي لسنوات وتعاقب حكومات محلية فاسدة على ملف الخدمات الذي أفرز صورا يأبى العراقي الأصيل القبول بها أو التعايش معها الطريق الرابط بين بغداد والموصل واحد من أمثلة كثيرة على سوء إدارة ملف الشوارع العراق وتأهيلها وتأمينها رغم تخصيص المليارات في الموازنات السنوية للنهوض بواقع الخدمات كافة وتبليط وإكساء الشوارع إلا أن الأموال صرفت والصورة ظلت على حالها الشوارع والطرق غير المعبدة كانت سببا بمصرع عشرات الضحايا نتيجة تكرار حوادث السير فيها سيما طريق بغداد كاركوك الحيوي والذي يربط محافظات إقليم كردستان بالعاصمة بغداد حيث بات مصدر قلق يهدد أرواح المواطنين نتيجة الإهمال الحكومي شعب له جذوره العريقة في العلوم والآداب والهندسة والتصميم ويمتلك موارد طبيعية وبشرية هائلة يعيش وسط هذا الكم الهائل من الخراب والدمار فماذا ينقصه لتخلص من ثقافة الحلول الترقيعية ولماذا لتقوم الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة ومتى تبدأ الحكومات المحلية ودوائرها المختصة بالتصميم العمراني وأعمار الطرق والجسور والعودة بالبلاد إلى سابق عهدها أسئلة موجهة إلى الجهات المعنية لا يمكن الإجابة عليها إلا بإنهاء مشاهد الخراب جميعها اشتركوا في القناة